قام وزير الداخلية محمود توفيق بزيارة إلى الجمهورية التونسية على رأس وفد أمني رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنعقدة حاليا ببقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية أكد وزير الداخلية عقب أصوله على أهمية المشاركة في فعاليات الدورة الحالية للمجلس في ضوء تعظم تحديات الأمنية التي تواده الدول العربية كما أشار وزير الداخلية محمود توفيق إلى ضرورة تفعيل أليات التنسيق الأمني الثنائي ومتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشر الفكر والأيدولوجيات المتطرفة والجرائم المنظمة بشتى أشكالها